بس مرة واتنين وتلاتة فيزو يبقى جامد قوي لو نص الملعب تقيل قوي مصطفى شلبي هيبن قوي لما نص الملعب طول الوقت بيقطع ويضغط ويتي له القرة واحد على واحد لو مصطفى شلبي راح واحد على واحد عشر مرات هيعدي تمام مرات او تسع مرات تمام لكن مصطفى شلبي مش هيبقى مطالب ان هو طول الوقت يروح واحد على واحد ويرجع يقطع ويستلم من نص الملعب ويعدي من واحد واتنين وتلاتة ويزيزو نفس القصة وبعد كده يستنفز بدنيا فييجي الكرة تقطع منه فيروح الباكليفت متقدم فيزيزو مايرجعش فيروح على عمر جابر فيعمله اتنين على واحد ماينفعش كرة القدم مش كده خالص كرة القدم هي التزام داخل الملعب انا انا بجيب جوان وفي نفس الوقت لي مهام دفاعية انا كنت العيد حريف لكن كان كابتن جوهري يقول لي ليك الباك الرايت اللي عليك ده او الباكليفت اللي عليك ده انت ملتزم بيه ملتزم لو تقدم انت معاه لو تقدم ترجع معاه خليه هو دايما تروح عليه واحد على واحد وتركبه يعني كرويا داخل الملعب لكن لو هو دافع ما تسيفش زميلك لازم ترجع تتافل معاه وبالتالي ده شغل فني بحت جوه الملعب ان انا كمدير فني اخلي لعبتي ملتزمة تيكتيكيا داخل الملعب فما حد يجي يقول لي قطع في عمر جابر لا عمر جابر اه ممكن يكون وحش بس ما تقطعش عمر جابر وفي واحد ما بيرجعش معاه واتنين يجوا عليه النهاردة مسلا عبدالله جمعة حاتم سكر لسه نازل شبانا النهاردة والونش برضو الونش الناس حطاه في فكرة ان هو احسى مدافع في مصر لكن الونش لسه راجع من اصابة طويلة وخطيرة وخوية فمحتاج وقت عشان يتأقلب يعني الونش في الوقت ده المفروض السردباك اللي جنبه او اللي جنبينه هم اللي يشيلوه مش الونش في الوقت ده هو اللي يشيلهم محمود شبانا لسه بادئ مصطفى زناري اه لعب وقعد اه 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 حسام عبد ميجيد كان وحش اول ماتش اللي فات اه 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 نبيل عماد دونجا اه 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 عمر السيسي كل دول لعيبة كويسة بس الالتزام داخل الملعب مشكلة الزمالك فنية بحتة مشكلة الزمالك ان اللاعب الذي لن يلتزم ده خدوا بالكم فيه يقول لك ايه اللعيبة مش قوي لعيبة فنية مش قوي انا ممكن كان مدير فني انا بقول اهو وانا بقول ان عندنا لعيبة كويسة واللعيبة كويسة دي هتبان اما الفرقة كلها تلعب كمجموعة صلاة اللي فاتت لعبنا بحسام عبد جيد ولعبنا بمحمد طارق ولعبنا بنيمار وكان لسه طلعين لكن كان فيه التزام داخل الملعب الكل بيهاجم والكل بيدافع والكل ملتزم بمكانه والكل بيتحرك كفريق واحد والكل بيرحل والكل بيلتزم وبالتالي بتلاقي نجاح لكن اما تلاقي الوينج رايت مرجعش الكرة قطعت فمرجعتش الوينج ليفت مرجعش طيب لو لو انا بقى عندي الوينج رايت والوينج ليفت مرجعوش هيبقى عندي بقى ولاد لازينة في نص الملعب اوتلة انا بقول لكم اوتلة في نص الملعب اسماعيل يوسف بقى ولا تامر عب حميد يعني يعني لعيبة اوتلة في نص الملعب لعيبة يعني مقاتلين في نص الملعب او عندي مثلا في منتخب مصد زي كده محمد شوقي يعني لعيبة اوتلة لكن انا دلوقتي عندي لعيب اسمه سيف فاروق جعفر عمره في حياته ما لعب رقم تمانية ولا بيعرف يلعب رقم ستة لكن هو لعيب كويس بيلعب رقم عشرة يعني هو ده مكانه الاصلي ممكن اوظفه رقم تمانية زي ما بوظف امام عشور لكن لازم يكون رقم ستة ده وحش لكن محمد اشرف رقم طريقة لعبه وسنه واصاباته الاصيب اكتر من مرة وكمنه مروض صليبي وبالتالي هو لعيب بيطقن ان هو سروب باستويل سروب باستويل لكن لعيب مش رقم ستة محمد اشرف رقم لو وظفته هيتوظف رقم تمانية ولعيب بيقدي لكن ولعيب بيبقى كويس اما اللي جنبه يبقى تقيل قوي والاطراف برجعوا يدفعوا لكن هتلاقي الاطراف ما بتدفعش ومحمد اشرف رقم اساسا مش رقم ستة ده رقم تمانية وفي نفس الوقت ما عندوش القدرات انه يقطع والقدرات البدنية اللي تخليه طول الوقت بيموت نفسه تسعين دقيقة عشان كده محمد اشرف رقم كتير من الاوقات بيتغير ما بيكملش اللقاء ممكن يبتدي ويطلع ده بيحصل كتير وفي نفس الوقت سيف فاروق جعفر مش يعني سيف فاروق جعفر من اللعيبة الكويسة جدا بس مش دي وظيفته مش هتلعبه رقم ستة اما اما جيه كمان سيف فاروق جعفر ما احترامي طبعا الكابت احمد مقصود وده قال لي وجهات نظر انا طلعت سيف فاروق جعفر اعتقد ونزلش كبالة صح? صح يا جماعة? فانت انت كده يعني اه وخليت مسلا احمد بالحاج وهو ما عندوش اي موصفات دفاعية احمد بالحاجة يعني هو بيضغط بيحلق لعيب حريف شوية لكن ما عندوش القدرات اللي هو يخليه نص ملعب ويدافع ويقطع ويستلم تحت ضغطه يعني انا شايف من اكتر الناس اللي محطة ولعيب كويس جدا ناصر منسي محطة ولكن برضو انا لو محطة كلاعب كرة كراس حربة محطة يبقى نص الملعب بتاعي تقيل نص الملعب بتاعي بيقف على الكرة محطة يقدر ياخد مني كرة لكن النهاردة الملقي مثلا لعبت المصري مغلوبة 2-0 وتضغط على نادي الزمالك ونادي الزمالك مش عارف يستخلص الكرة ونادي الزمالك ما بيستخلص الكرة بيفقدها بسرعة جدا وابتدي انا وانا كسبان 2-0 افتح الملعب وهاجم وابتدي اخلي اللعيمة تستلم وتروح اتنين على اصلا انا كده كسبان بقولك انا مش راجع ليه عم مش راجع ما الزمالك احنا كسبين اتنين صفر مش هلتزم مش هرجع مش هساعد الباك اه اه هاجه رقص تتخطف مني هقع وبعد كده عبال ما اقول ما هو فيه فيه اللي اقطعها لي انا لسه هقطع انا لعيب حريف وبهاجم مفيش في الكرة كده يا جماعة مفيش في الكرة كده الكرة التزام وانا بقول لكم خسارة الزمالك في كل المباريات هي عدم التزام داخل الملعب وان كل لعيب له وظيفة لازم يقديها جوه الملعب وان وظيفتك مش هو استلام الكرة والطرئيس والتعدية والاوفر فقط وتنتهي مهامك بفقدان الكرة لا ده انت ما تفقد الكرة اول رد فعل واول خط تفاع هم المهاجمين وما سيبش ابدا زميلي اتنين يروحوا عليه وعريه عندي لعيب زي حسام عب مجيد حسام عب مجيد لعيب لا يجيد اللعب في المساحات لو سيبته مساحات لعيب طويل بطيق لو رواحد على واحد هيرقصه في مساحة لكن لو انا حطيت حسام عب مجيد جنبه الونش وجنبه المسلوسي وقفلت المساحات هيبقى وحش حسام عب مجيد هيقطع لك بالدماغ وبيعرف يبتدي هجمة لكن لكن تسيب مساحات وواحد يروح واحد عليه يبقى انت بتعريه عندي عندي عمر جابر لو الواحد التزم اللي قدامه معاه دفاعيا هيعلم نفس القصة بالنسبة لفتوح الهاف بتاعه يعني قشب بن شرقي كان لعيب كبير قوي وانا بقول لكم فريرا ما مشي قالك وبعض اللعيب قالتني قشب ممكن ما يقصرش معانا قوي عشان قشف كان عنده حتة انه ما بيدفعش بس عنده حتة كبيرا وبيهاجم وبيصنع عداب فما غاب ابتدأ اللي يتحط مكانه يلتزم فممكن ما يكونش بيبدع ناحية الشمال او بيصنع مثلا حاجات الناس تقول عليها ها لكن متمركز فعشان كده اخر سبع ماتشات كنا نكسب واحد سفر نكسب اتنين واحد ممكن تفتح معانا زي ماتش الجونة وربنا يكريمنا ونكسب اربعة واحد هناك كدفرقة واقعة وبالتالي لكن كنا ملتزمين داخل الملعب احنا دلوقتي مش ملتزمين خالص نهائي جوه الملعب عندنا كوارث دفاعية وكوارث في التمركز وكوارث في الضغط على الخصم ترجمة نانسي قنقر